اشتركوا في القناة من اجل اضاح او توضيح المادة مجرد الاتصال على الرقم الظاهر اسفل الشاشة وسنجيب عن كل اسئلتكم واستفساراتكم طلبتنا العزاء ذكرنا قبل الفاصل ان منحنى الطلب منحنى الطلب سالب الميل في حين منحنى العرض موجب الميل لماذا منحنى الطلب سالب الميل ولماذا منحنى العرض موجب الميل طلبتنا العزاء منحنى الطلب سالب الميل لانه يتجه او ينحدر من الاعلى الى الاسفل في حين منحنى العرض موجب الميل لانه يتجه من الاسفل الى الاعلى ايضا من ضمن التعاليل طلبتنا العزاء تؤدي المعونات الحكومية المقدمة للمنتجين الى زيادة العرض كيف ذلك كيف تؤدي المعونات الحكومية عندما تقوم الدولة بيعطاء معونة للمنتج كيف يؤدي ذلك الى زيادة الكمية المعروضة في السوق الجواب لان المعونات الحكومية للمنتجين تؤدي الى انخفاض تكلفة الانتاج مما يساعد المنتج على انتاج كميات اكبر من السلعة وزيادة العرض التعليل الاخر طلبتنا العزاء تتسبب العوامل الاخرى المؤثرة على الطلب غير السعر الى انتقاله الى الاعلى او الاسفل طبعا هناك طلبتنا العزاء مجموعة من العوامل المؤثرة على الطلب غير السعر تؤدي الى انتقال منحنى الطلب الى الاعلى او الاسفل منها ارتفاع دخول المستهلكين الأمر الثاني زيادة عدد المشترين أو مستهلكي السلعة الأمر الآخر تغير أذواق المستهلكين لصالح السلعة الأمر الآخر زيادة أسعار السلع البديلة وآخرا انخفاض أسعار السلع المكملة هذه أبرز العوامل التي تؤدي إلى انتقال منحنة العرض أو منحنة الطلب إلى الأعلى أو إلى الأسفل طلبتنا العزة أيضا من ضمن التعاليل التي ذكرت في الفصل الثاني لماذا ترتفع أسعار الملابس المدرسية في شهر أيلول يعني بالشهر التاسع لماذا ترتفع أسعار الملابس المدرسية في شهر أيلول من كل عام السبب في ذلك هو نتيجة تغير محددات الطلب مع بداية العام الدراسي فيزداد الطلب على الملابس المدرسية التعليل السابع طلبتنا العزاء تنخفض منفعة المستيلك كلما زاد عدد الوحلات المستيلكة من السلع يعني هنا المستيلك إذا استيلك تفاحة واحدة يحصل على أقصى منفعة التفاحة الثانية أقل منها الثالثة أقل من الثانية وهكذا لماذا نفسر ذلك اقتصاديا؟ لأن الحاجة الإنسانية بطبيعة قابلة للإشباع خلال فترة زمنية معينة حيث تبدأ حاجة المستيلك بالتشبع تدريجيا وعليه تنخفض منفعة كل وحدة إضافية يستهلكها المستيلك أيضا طلبتنا العزاء من ضمن التعاليل التي ذكرت في الفصل الثاني تؤدي المعونات الحكومية المقدمة للمنتجين إلى زيادة العرض لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج مما يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر من السلعة وزيادة العرض طلبتنا العزاء أنتقل إلى نمط الأسئلة التي تطلب من طلبتنا العزاء حفظ المادة وبطريقة التركيز يعني مثلا هذا السؤال بين الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة كيف أجيب عن هذا السؤال بين الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة الإجابة عن هذا السؤال طلبتنا العزاء ستكون بالطريقة التالية نأخذ أولا التغير في الطلب فنقول التغير في الطلب يتم نتيجة تغير أحد العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب غير سعر السلعة مثل داخل المستهلك ذوق المستهلك أسعار السلعة الأخرى ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انتقال منحنى الطلب إلى اليمين في حالة الزيادة وإلى اليسار في حالة الانخفار إذن بينا التغير في الطلب بقى علينا أن نبين التغير في الكمية المطلوبة فنقول أما التغير في الكمية المطلوبة فيتم نتيجة تغير سعر السلعة نتيجة تغير سعر السلعة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة وفي هذه الحالة يكون الانتقال من نقطة إلى أخرى على المنحنى نفسه من نقطة إلى أخرى على المنحنى نفسه إذن طلبتنا العزاء هذا السؤال ورد في أسئلة الامتحانة الوزارية بكثير من الأوقات بهذه الصيغة ونطلب من طلبتنا العزاء عند الإجابة عن هذا السؤال تكون الإجابة بهذه الطريقة التطرق أولا إلى التغير في الطلب ثم تطرق ثانية إلى التغير في الكمية المطلوبة وستكون إن شاء الله الدرجة كاملة عند الإجابة بهذه الطريقة أيضا السؤال الآخر هو بنفس الاتجاه وبنفس الصيغة لكن ما يخص العرض تطرقنا ما هو الفرق بين التغير في الطلب و التغير في الكمية المطلوبة هنا ما هو الفرق بين التغير في العرض و التغير في الكمية المعروفة عندما تحفظ أحد هذين السؤالين ستستطيع الإجابة عن السؤال الثاني لأنه بنفس الاتجاه فنقول التغير في العرض يتم نتيجة تغير العوامل الأخرى غير سعر السلعة نفسها ويترتب على ذلك انتقال منحن العرض إلى اليمين في حالة الزيادة وإلى اليسار في حالة الانخفاض أما التغير في الكمية المعروضة فيتم نتيجة تغير سعر السلعة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة وفي هذه الحالة يتم الانتقال من نقطة إلى أخرى على منحن العرض نفسه وليس الانتقال من منحنة إلى آخر إذن طلبتنا العزاء هذين السؤالين هما من الأسئلة المهمة في مادة الاقتصاد للفصل الثاني ونطلب من طلبتنا العزاء حفظ هذين السؤالين أو فهمهما لأن ذلك يساعد على الإجابة الصحيحة أيضا طلبتنا العزاء من ضمن الأسئلة التي نقترحها عليكم هو سؤال الفراغات لأن هذا ذكره ضمن الفراغات الموجودة في مادة الكتاب الاقتصاد للصف السادس الأدبي فنذكر النقطة الأولى تكون العلاقة بين سعر السلعة المطلوبة والسعر كيف تكون العلاقة بين سعر السلعة والسعر طبعا تكون العلاقة عكسية وفق أي قانون هذه العلاقة عكسية طبعا وفق قانون الطلب لأن كلما زاد سعر السلعة خفظت الكمية المطلوبة والعكس صحيح الأمر الثاني تؤدي الضرائب الحكومية على المنتجين ماذا تؤدي الضرائب الحكومية على المنتجين إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي المعروض من السلع الأمر الثالث يؤدي زيادة الطلب الأفراد المستهلكين على السلع معينة إلى ارتفاع السعر لأننا نعلم كلما زاد طلب المستهلكين على السلع والخدمات كلما ارتفع سعرها هذا قانون السوق الأمر الرابع يؤدي امتناء عدد من المنتجين من إنتاج سلعة عدد من المنتجين عن إنتاج سلعة يؤدي إلى انخفاض عرضها في السوق الأمر الخامس يترتب على زيادة دخل المستهلك ما يترتب على زيادة دخل المستهلك؟ طبعا كلما زاد دخل المستهلك زاد طلبة على السلع والخدمات الأمر الأخير مقدار ما يتوفر من سلعة الماء هو عرض مقدار ما يتوفر من سلعة الماء هو عرض إذن هذا كان هو مجموعة من الفراغات وأيضا نكمل بقية الفراغات طلبتنا العزاء مقدار ما يطلب المستهلك من سلعة الماء نسمي طلب مقدار ما يطلب المستهلك من سلعة الماء هو طلب الأمر الثامن يتسبب التغير الكمية المعروضة نتيجة تغير السعر إلى انتقال المنحنة طبعا من نقطة إلى أخرى على منحنة العرض نفسه لاحظ على منحنة العرض نفسه الكمية المتوفرة عندما تكون الكمية المتوفرة كبيرة شيء يدي ذلك إلى انخفاض السعر فهذا يسمى عرض مرتفع الأمر العاشر يمثل العرض الجانب الآخر من السوق فبينما الطلب شيء مثله مستهلك فإن العرض يمثله المنتج وهذا تطرقنا له قبل قليل أيضا طلبتنا العزاء هناك سؤال من الأسئلة المهمة في مادة الاقتصاد السؤال التالي ما هي شروط العرض العرض لا يكون عرضا إلا إذا توفرت الشروط التالية ما هي أولا الرغبة في الشراء يعني لدى المستهلك أو شروط العرض ما هي شروط العرض العرض لا يكون عرضا إلا إذا توفرت الشروط التالية أولا الرغبة في الانتاج يجب أن تكون هناك رغبة لدى المنتج في انتاج السرعة التي يطلبها السوق وبدون ذلك لا يسمى عرضا الأمر الثاني طلبتنا لعزائها القدرة على الانتاج يعني لدى المنتج القدرة المادية على انتاج السلعة التي يطلبها السوق الأمر الثالث وجود سعر محدد للسلعة التي يروم المنتج انتاجها الأمر الرابع وجود سوق يتم تبادل السلعة والخدمات بالنقود الأمر الأخير يكون العرض خلال مدة زمنية معينة لأن العرض في مدة يختلف عنه في مدة أخرى نتيجة طبعا اختلاف محددات العرض طلبتنا لعزائها ذكرت الآن ما هي شروط العرض وقلت الرغبة في الانتاج القدرة على الانتاج وجود سعر محدد للسوق وجود سوق يتم فيه تبادل السلعة والخدمات يكون العرض خلال فترة زمنية محددة بنفس الطريقة طلبتنا لعزائها بنفس الطريقة ما هي محددات الطلب يعني شنه العوامل لتأثر بالطلب العوامل طلبتنا لعزائها لتأثر بالطلب سعر السلعة كل ما زاد سعر السلعة ينخفض الطلب والعكس صحيح داخل المستهلك كلما ارتفع داخل المستهلك زاد طلبه على السلع والخدمات والعكس صحيح أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة طبعا السلعة المكملة هي السلعة التي تكمل بعضها بعض وتستهلك معا مثل الشاي والقهوة أما السلعة المكملة فهي السلعة التي تكمل بعضها بعضا وتستهلك معا السلعة البديلة هي السلعة التي تحل بعضها مع بعض آخر مثل الشاي والقهوة إذا ارتفع الشاي يتحول المستهلك إلى القهوة لكن المكملة تكمل بعضها بعض مثل السكر والشاي ذوق المستهلك طلبتنا العزاء ذوق المستهلك وتفضيلاته هي غير ثابتة على الدوام وإنما تتغير ويلعب الإعلان والترويج دور كبير في الترويج للسلعة إذن طلبتنا العزاء بينت شروط الطلب وبيّنت شروط العرض ومطلوب من طلبتنا العزاء هذا السؤال متشابه يعني شروط العرض وشروط الطلب متشابه بنفس المفردات لكن مطلوب من طلبتنا العزاء أن يميز بأن شروط العرض تخص المنتج وشروط الطلب تخص المستهلك أيضا بيّنت محددات الطلب قلت محددات الطلب أو العوامل المؤثرة في الطلب يعني هنا قد يسأل يكون السؤال ما هي محددات الطلب أو ما هي العوامل المؤثرة في الطلب فهنا نتكون الإجابة بنفس الصيقة بأن محددات الطلب هي نفسها العوامل المؤثرة على الطلب مثل سعر السلعة دخل المستهلك أسعار السلعة الأخرى المكملة والبديلة وذوق المستهلك طلبتنا العزاء إلى هنا ينتهي بثنا المباشر لهذا اليوم شكرا وتقديري على القائمين على هذا البرنامج ولكم طلبتنا العزاء وحتى ألتقيكم في دروس جديدة لكم مني أطياب الأمنيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا